تعالوا نروح لخبر تاني جديد غريب وحيخلينا كلنا نقعد نفتكر كده هو احنا اخر مرة الصينة شعرنا فيها ستات او رجالة امتى وفين والقصة عجبتني ولا لأ ليه بقى؟ لانه في الهند من فترة كده مش بعيدة قوي في احدى المحاكم قررت انها تغرم صالون حلاقة 20 مليون روبيع يعني ما يعادل حوالي 4 وشوية مليون جنيه مصري عشان قصة شعر خاطئة فدله في الهند ومنحت اللجنة الوطنية بصوا الخبر يعني تحسوا مكتوب حتى ايه لا مشكلة كبيرة يعني منحت اللجنة القومية لحل منازعات المستهلكين في الهند تعويضوا قدروا 20 مليون روبيع لامرأة تدعى اشنا روي وده في مقابل قصة شعر خاطئة من صالون حلاقة بالاضافة لتقديم علاج للسيدة يتحمله موظف الكوافير طبقا لمواقع هندية انا لو مش زميلي في الاعداد اللي يعني جايبين الخبر وطبعا بصدقية وبرجعوا كل حاجة انا بجد حقول الخبر ده مش معقولة كده طبعا طبعا هي حاجة حاجة يمكن نستغربها بشكل كبير بس هي لها التفاصيل التفاصيل بتاعتها ان هي حصلت في الاول يوم 12 ابريل ده في سنة 2018 لما زارت هذه السيدة اللي بتعمل عرضة للازياء زارت كوافير او محل يعني اللي هو تصفيف الشعر علشان تعمل قصة شعر معينة علشان تشارك بيها في احد عروض الاعلانات الخاصة بمنتجات الشعر ومستغلة بالموضوع ده شعرها الطويل وبرضه علشان تشارك في احد الافلام مستغلة هذه القصة الجديدة لكنها فجئت بسبب قص شعرها بطريقة مخلفة للي هي طلبتها كانت المرأة طلبت من مصفف شعرها المعتاد ان هو اللي يعمل لها شعرها ما كانش متاح او موجود في اليوم ده وبالتالي تم تزويدها بمصفف شعر اخر بناء على ضمان من الموظفين اللي قالولها ان هو هيعمله بنفس الشكل وبنفس الطريقة في النهاية طلعت القصة بشكل غريب خلت الشعر الطويل اللي هو كان بيكاد يلامس الكتف ده اللي تسبب في فقدانها لوظيفتها في الوقت ده وبالتالي رفعت عليهم القضية يعني عارف انت كأنك بالضبط ايه بدخلت مثلا سألت على الكوافير بتاعي اللي أنا متعودة يعمل لي شعاري فقالولي لا والله يا فندم هو مش موجود نهاردة في فلان فجاء فلان دعمل لها شعرها بوز لها شعرها خسرت شغلها كذبت القضية يعني كذبت القضية طبع على فكرة ما انا اخر مرة روحت فيها الكوافير القصة ما كانتش عجباني مية في المية انا نفسي ياريت حد يحلق لنا بشكل مخالف ويبقى فيه تعود احنا مستعدين انا وباسم